نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل واسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بمعدل نموذج استرشادي لكل مادة حتى يتعرف الطلاب على اسلوب الامتحان دون الحاجة لعقد أي امتحانات تجريبية